نكون مع كل فلسطيني موجود على الأراضي الفلسطينية دلوقتي وكل حد خسر أهله وخسر حبيبه داخل غزة قلوبنا جميعا معاهم مشاهد صعبة ولقطات يعني صعب أن احنا نتحملها ونشوفها ندعو العالم كله أنه يستجيب لمسألة المساعدات الإنسانية ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لأنه هذا الوضع مأسوي وخطير وغير مسبوك هذا التصعيد اللي بيحدث في غزة الحقيقة يعني ينذر بوضع يعني كارسي على أكثر من مليون مواطن داخل القطاع من يتحمل هذا كيف يتحمل الشعب الفلسطيني ما يحدث داخل غزة والساعات القادمة ماذا يحدث فيها الحقيقة قلوبنا مع أهلينا في غزة كل المصريين اللي من مبارح بدروا وجيروا علشان يتبرعوا بدمهم علشان يوصل لأهلينا في غزة الدولة المصرية والخيادة السياسية المصرية اللي قالت للعالم كله بمنتهى الوضوح أن الموقف المصري سابت من القضايا الفلسطينية الشعب الفلسطيني لابد أن يتمسك بأرضه وأيضا لابد أن نساعد هؤلاء الفلسطينيين علشان يقدروا أنهم يدفعوا عن هذه القضية القضية الفلسطينية اللي تولدنا على الأرض دي عارفين أنها قضية محورية ومركزية بالنسبة لنا قضية شعبية كل واحد فينا جوة بيته النهاردة قلبه موجوع وقلبه بيتقطع بالنام ونصح على هذه المشاهد الصعبة مشاهد يعني إحنا مش عارفين نتحملها الوضع في أرض الواقع عامل إزاي حتى الأطقم الإعلامية اللي بتحاول تغطي ما يحدث بيتم استهدافهم ده مش ضربة عشوائي أعتقد ده استهداف لهذه الأطقم الإعلامية علشان يعني يتم تعتيم المشهد على ما يحدث في غزة قلوبنا مع أهلينا في غزة دعاءنا مستمر الجهود المصرية أنا متأكدة أنها مستمرة لحظة بلحظة لوقف التصعيد اللي بيحصل في غزة إن شاء الله يعني الموقف يتغير للأحصى لأنه هذه الحرب الوحشية اللي بتحصل داخل القطاع وهذه الإبادة الجماعية لهذا العدد من البني أدمين مش مهم هم جنسيتهم إيه اللي بيحصل ده والعالم والغرب اللي كان منطفد لما يحدث في أوكرانيا ليه النهاردة لا ينطفد لما يحدث في غزة ويرموا هذه المسئولية على ما حدث منها هجم أخيرة لحماس على إسرائيل ربنا يسلم أهلينا داخل القطاع ربنا يسلم الأطفال والنساء والمدنيين لأنه هذه الحرب الوحشية ودائرة الانتقام لابد أن يخرج منها الأطفال مشاهد الأطفال توجع القلب ياريت لو نقدر نخديهم لحد ما دي الحرب تخلص طفل اللي تولد وعاش كل ده وشاف بيته بيته بيتهدى على راسه وأبو بيروح منه ولعبه مرمية في وسط كل الضمار ده المفروض يشوف العالم إزاي ما هو محدش شايفه ربنا يسلم إن شاء الله الساعات القادمة تحمل وقف لإطلاق النار ويزغى العالم لما يحدث وينظر بعين عادلة لهذه القضية الفلسطينية ولهؤلاء الناس ربنا يسلم أهلينا في غزة ويسلمنا جميعا دمتم بقى الفخير اشتركوا في القناة